موسيقى عظمت بطولاتهم وطهارت دماؤهم ليكونوا للتفوق والتميز عنوان وأكيد يكون هالدرب هو درب الاستمرار على ذات الدرب لأباؤهم بعزيمة وأصرار أكيد سلمة عامة دراسي مضى بكثير من الجهد بكثير من التعب وبكثير من الإرادة حتى كانت النتيجة التفوق والتميز وكأنه هالشيء مثل ما قلنا هو أماني مثل ما حمل والده البطل الشهيد بسام الشرف والشهادة كان طبعا الابن بده يحمل بسام التفوق والتميز ليكون أيضا اسم والده مرفوع بكل مكان وبكل ذكر خالد بالتفوق والتميز والشهادة وعائلة متميزة جدا اليوم نحن نتعرف على طبعا أولى فقراتنا الصباحية مع علي عباس ابن الشهيد البطل أسامة عباس متفوق بالشهادة الثانوية العامة صباح الخير ومملوك التفوق الله يبارك في عمرك نسعد صباحك صباح الخير الله يبارك يعني جهد عام التوج الحمد لله وأكيد هذا الجهد معنه جهد عام واحد هو جهد عوام من الدراسة دعونا نحكي شوية عن هذه الرحلة من صغري كنت تحاطب بالي تفوق أنجح في حياتي وكان الوالد يساعدني ولكن بعد ما استشهد والحمد لله صار عندي إرادة أكثر تصميم أكثر أنه ارفع اسمه مثل ما كنا معزوزين بوجوده راح نضل وضل رافع اسمه حتى بعد ما استشهد وكانت تتوجي لعمل العائلة جميعاً مو بس أنا كانت رحلة يشاقة عمدرها السنوات بس الحمد لله بالنهاية التوجب بشي حلو كثير فرحة ما بطموصة أكيد أكيد يا علي كثير من الطلاب لما يشوفوا طلاب متفوقين ومجمعين مجموعة يعني تقريباً كامل خلينا نقول بيقولوا كيف كيف أنه قدرت توصل لهي المرحلة يعني هي كثير بدها تخطيط وهلا في عندك طلاب لن يحضروا حالهم للبكالوريا كيف هكي كانت الخطوات اللي قمت فيها حتى توصل لهي النتيجة من التفوق وخاصة دائماً من أولى دعم الأم أساسي من وجهها تحية لوالدتك هي موجودة معنا كمان اليوم ومن إلا عن جد يعني كنا فخر أنه هاي النتيجة كوالدتك شهيد عم تعطيه كأم وأب يعني كمان أول شيء يعني الإرادي والتصميم أنه حاط هدف باله أنه يطمح له يحققه مثلاً أنه صار واجه صعاب وواجه كذا يستسلم أي واحد طالب بكالوريا أو أي شيء بمهنته رح يواجه الصعاب بحياته فالإرادي تكون أهم شيء والتصميم وكلما يتذكر الروح والدي تزاد إراهتي حتى خلال التعب خلال الصعوبة وكارد جميلة للوالدي الذي قدمته خلال السنوات الماضية يعني قامت بدور الأم والأب على أكمل وجهه وحتى زيادة وكأنه أقرأ على رأس أبي حتى بعد ما تشهد وضل معجزين يعني وتذكر الفرحة أن أعطرته آخر السنة وكذا يعني علي نحن فخورين فيك أكيد ومثل ما نحن فخورين بكل أبناء شهداء سوريا وفخورين بوالد حضرتك الله يرحمه يا رب يعني لولا روحهم ولولا تضحياتهم ما كنا موجودين هون أكيد هاي المسئولية كانت كتير كبيرة يمكن أي طالب يكون داخل على مرحلة مهمة بحياته اللي هي مرحلة الشهادة الثانوية أو شهادة التعليم الأساسي بيكون عنده هم كبير أنه بده يأنجز بده يبدأ مستقبل حياة كيف وانت حامل مثل ما قلت دين دين الوالد وأكيد طبعا إرشادات الوالدة الله يخلي لك ياهك وان بدك ترد الجميل مرتين هين نحكي شوي أوقات الواحد بمر بضغوطات بصعوبات بالدراسة بالجو كالاتنا بنعرف الجو اللي كنا عم ندرس فيه خلال هاي الفترة كيف كنت تتعامل مع هذا الوضع أول شي مثل ما أن الإرادي يكون عنده أنه أنا مثل كلما أتذكر والدي أشعر أنه لازم أنجز شيء لازم إرفع لي ورأسه وك رج جميلة الدور اللي عم تطوم في الوالدي ومع شوية صبر شوية طعب ويتفاعل يعني أنه من الأخير أنا رح جيب أنا رح افرح أنا رح اتكرم بعدين ورادة وتصميم يعني ما يوقف عن دعائب كذا يكتر معه شيء مثلا يستسلم أو ينزل يقع فهذا الشيء كان حافز عندي كثير أنه بالأخير بدي أرفع رأس والدي قدام العالم بس يمشي افتخر في حالي هذا أعطاني كثير هذا كان الملهم إلي الصبر وكارد جميلة للوالدي اللي عملتك بفوق طاط بسيطة لكي نستمر بالنجاح ونجاح لها بعض شكرا جميلة يعني علي يمكن أن نرى أنه في نمعة هكي نمعة صغيرة نمعة تذكر والدك طبعا البطل الشهيد لكن أنا أكيد لك أنه والدك هو الفخور فيك كثير وخاصة أنه أنت متميز ومتفوق وهلا رح تبدأ أول خطواتك شو حابب أول تدخل نذكر أنه تم تكريمكم أيضا من السيدة الأولى نشكر سيادة الرئيس والسيدة الأولى التكريم كان كثير حلو شي معنوي رائع كثير يعني أعطانا خافز كثير كان السيادة الرئيس مسابة الأب وحفزنا مبارح أنه نستمر بهذه المسيرة كأبناء شهداء كلنا وللوطن كله مشان التكريم لأبائنا ونستمر بعمار بلدنا إن شاء الله شو حاببت تدخل كليل التحضيرية وإن شاء الله عن الطب البشري الطب البشري إن شاء الله إن شاء الله طريق طويق أمي وسهل كنت وعده لأبي صغري أنه صير طبيب أمي كمان وإن شاء الله سيكون تقدم الوعد يعني واضح من التفوق هذا العام أنك أنت أدى الوعد ونستكمل طبعا لا رح استمر بهذه المسيرة أنه الوصل للنجاح ما عد بيرجع لورا لازم استمر للأمام ويعطي لأدام أكثر استمر بنجاحه يعني نحنا شايفين وعليتك أنت عن تحكي على قد ما أنت يمكن حاسس بهذا الشعور ومبسوط وفرحان هي فرحانة أكثر عيونة عم ترقص من الفرح ما رح نقول عم تدم عيونة عم ترقص من الفرح خلينا نحكي شوي كمان عن دورا خلال هاي المرحلة وهي كانت مثل السند يعني مثل أب وأم بشخص واحي يعني بعد ما استشهد والدي يعني هي التي كانت تعطينا حافز وبعد ما وصلنا لمرحلة البكالوريا أنه أي مثلا تعب خلال السنة تكون جنبك أي شيء بدي أياه يعني عملت طاقة وزيادة بس مشان نستمر بها المسيرة وأنه نرفع اسمها واسم الوالد الله يرحمه بالعالي يعني لا يتونسف عاملته نطاطق الزيادة يعني شوفها تعباني كذا سهراني مثلا لما أمراض تكون معي يعني شيء لا يوصل عن جد شكرا إلى كثير بس كماني أخذت النتيجة بأنه ابنها يعني الحمد اللي أطلع من المتفوقين يعني هي عندها وسامين هلا أولادها متفوقين وهي زوجة الحمد الله طبعا بصت كثير لما طلعت النتيجة وكان لما طلعت النتيجة هيك كنت خايف دق البق الممات كيف كانت هي اللحظات لما سمعت نتيجة تفوقه هيا لأنه طلعت فجأة النتيجة ما محدة كانت دريانت فيها فشوفنا طلعت النتيجة أنا كنت تواسط يعني إن ان شاء الله دغري طلعتها أو اللي شخ طبعا كنت حافز الموقع قبل مشان فورا بس لنا نتيجة أشوفه لما شفت النتيجة فرحت كنت توقع أكتر بس يعني الحمد لله شو أول كلمة قالت لك هيك حسيت هاي الكلمة مستحيل تنساها وهي حافظ لك دائم أنه رفعت رأس أبوك لما ماما قالت لي أنه ما ضع شي و يعني هلأ أبوك مبسوط باروح ومبسوطة يعني هلأ بقبر هو مبسوط يعني والحمد لله لأنه رفعنا رأس ما أخيبناه أو مثلا أعطيت حالي أكتر من حجمي أو قلت وكذا لأقلت لي أنه خلاص أنت حكيت ووفيت وعطي ووفيت طيب علي نحكي شوي أنت شو ترتيبك بين أخواتك وقد يمكن هذا خلينا أقول التفوق والنجاح ويمكن مهم كمان لأخواتك لحتى تكون لهم قدوة بهم أنا وأخي توقع بس ما في غيرنا كمان لأهلا يعني أنا التفوقت هو مو كير يعني نهاي فرق مستويات أو هو صار معه ظروفه كمان كمان بسطلي بجزء عم يشوفني هو لاعب جهله تحيين الله يسعى صباح يحب رياضة لعب ناتجي كان مولي للرياضة أكتر يعني من الدراسة يلا إن شاء الله كمان بيأبدع بالرياضة إن شاء الله الله يسعى طيب علي يمكن مثل ما قلنا دائما الطالب اللي بمر هيك بيكون عنده هدف بيحققه ما بيكون ضايع بفعلا بيركز أهدافه كتير مهم أنه ينصح الطلاب التعنيين مثلا كيف يتصرفوا بالبكالوريا كيف يكون نظام دراستهم حتى مثلا نمط المعيشة هل أنت كنت مثلا محروم من أشياء أول شي انه حط هدف بباله ورغبة مو فايد كيف ما كان على البكالوريا من أعتبر أنه سنة عادية سنة عادية أول شي نعتبر هي ما نكابوس ولا شي بس أنه لازم يكون نقدة يعني فايد أنت ما نتجاهز ومسؤولية عليك وخصوصا نحنا كنا أولاد شهدائي كانت المسؤولية أكبر وتنظيم الوائد يعني ما يحرم حاله من شي كل شي كان بده بس نشوف أنه عم يزوجه وميضيعه وقته يلغيها السنة الفترة وهي فترة أنه مثلا كرفقة كذا حدا عم يلهي يحطوا على الجنب هالفترة وبالمقابل ما أنه ما يترك كل شي يعني كمان باستمرار الضغط عليه بدولد الانفجار بالأخير رح يتسبب مشاكل عنده نفسية أكتر ما هي بالدراسة ممكن يكون متفوق بس نفسيا عن الصفر ما ما بيستفاد فلهيك لازم أنه يفائل حاله يستمر يطلع أنه أنا بدي يتفوق أنا بدي أتكرم بالأخير أنا بدي أصير طبيب مهندس إلى أخري هذا الشيء يعطي رغبة وحافظ لي يستمر الأقلام وتنظيم اللعبة يعني بين كل يعني مثلا اللعب وتسليل أكيد فيه بس بشكل محدود أكيد يعني علي نحنا اليوم كنا فخورين أنه أنت موجود معنا بصباحنا فخورين بنجاحك وتمييزك وبكل نجاح وتمييز أبناء شهداء سوريا أبناء نتشكرك وأنتمنى لك دائما أتفوق بكل مجالات حياتك شكراً أنا كمان بدي أتمنى لك التفوق وإن شاء الله يا رب هيك بنستقبلك كطبيب إن شاء الله نعجح بمهنتك وديقلك ما في أحلى من هذا اللقب المتفوق ابن الشهيد علي أسامة عباس الله يخليك يا رب وأكيدنا كل الشكر الموصول لوالدتك على تعبا وإن شاء الله بتشوفيون أحلى شباب شكراً لك يا علي موفق يا رب شكراً شكراً